اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من السكان الالية السقوط القرار خرج في 2016 وما اتار يعني رعبي انهم تقولوا بان الوالد الله يرحمه في 2016 يهدم البيت وعنده اموه الاربعة ايام باش يجمع التراب يجمع كل شيء في اربع ايام يعني شيء لا يصدق كيف يؤقل ان البيت سيسقط وتخليه السيد 25 سنة من 1989 القرار باش خرج 1989 يعني 25 سنة ربع قرن والبيت ما زال على حاله السكل اربع طوابق ما زال كما هو يعني شيء يتير الغرابة على كل استلمت القرار رحت يعني مباشرة للمحكمة الادارية وطلبت مهلة شهر من السيد الوالي السيد الوالي كان يعني عمليا في يوم ثمانية امضى ارد على الخطاب ارد على السيد العامل انا مشيت الديوان والديوان العمالة قال لي وصلنا الجواب دي الوالي وفيه العمل بما يفيد يعني العمل بما يفيد جملة مبهام ما في اولى شيء يعني ما تفهمش فقلت لي ما العمل اعطيوني شهر شهر ونخرج ونخرج امي واخواتي بعزة بكرامة ما واحنا معا معا المحج الملاكي ومع ارادة المسؤولين عندنا وانا كمواطن مغربي وحامل للجنسية الفرنسية نحب ان بلادي يكون فيها شارع كبير مثل الشانزيليزي في باريس هذا نحب بلادنا تكون عندها بنا تحتية ممتازة يكون عندها مدارس يكون عندها مستشفيات هذه هذه غاية الاسمادية إذا لا نستطيع نكون ضد لكن عاملني باحترام قدرني أعطيني كرامتي كرامة إنسان هذا ما تريد تقول لي شفويا تخرج تكلم الوالدة عمرها يناهز الثمانين وتقول لي بكرة سنهدمه كلمات نمسكينوية من فاعلة جيت على وجهه السرعة لكي نستلم القرار ويقول لي سنهدموا لكم يعني لا ما فيش مكيناش هذيك لاغي بقانون أشياء عادية خطاب مكتوب عندكم مهلة ديال الشهر ديال الشهرين والسلام عليكم وغادي نخرجوا لكن وين غا تخرج الوالدة الوالدة الآن عندها ذكريات في هذا البيت أنا عندي ذكريات أنا بالأمس جاءوا أعوان السلطة وتخرجوا في الحوج لحوم في واحد مربع يعني واحد ديبو ديال الجماعة ديبو حشك البول يعني موسخ وما أظن بأن هذك الأتات سيبقى بحالة مزيانة واشنو الجواب الجواب لا لازم تخرجوا على وجه السرعة والمتير أنه قالوا لي صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيزور الدار بيضاء يوم الجمعة فربما يمر على على الشقة ديالكم قربها يعني يشوف أين وصل الهدم فهما بواحد السرعة مفرطة حتى فيه مسكن بقوا فيه ثلاث أيام ثلاث أيام باش يهدموه هذا من المساكل الآله السقوط يعني والله غرابة وتطبيق للقانون يعني بعشوائية لما وصلت لهنا استلمت القرار مشيت للمحكمة الإدارية أنا رجل يحب القانون فرحت للمحكمة الإدارية مبقاش وقت وبعدين رحت سويت خبرة قال لي غير آلية للسقوط والتمن يمكن يعني هذه غير الشفاوي قالوا لنا نعطيكم ألف وخمسمائة درهم المتر مربع والبناية يعني يمكن تسعمائة درهم البناء في حين أن المكان يعني سعره أضعاف أضعاف أنا اللي تنطالب به الخروج بعزة بكرامة وحتى التعويض أعطينا أي ناس نذهب أعطينا مكان فين نمشيه من اللي اسألتهم قال لي بعد الخروج سنعطيك شقة يعني يمكن أربعين ولا خمسين متر فين في المحمدية يعني واش هذا تهجير قصري واش تهجير يعني أشياء ما أفهم وسمح لي حتى والله الكلام ما عارفش كيف نكلم مساحة تقريبا مية وستة متر مربع أربع طوابق يعني غريب في بلدي في بلدي المؤسسات يعني أنا أعتز ب بلدي ومع ذلك عندنا جمعيات هناك فرنسا ودافع وحتى فرنسا الكثير يعرفوا من هو الذهبي عبد الرحمن لكن والله نحس بالعار والي مدينة الدار بيضاء اللي ما أعطني إش لمهلة يعني العامل والملفدين يمكن هذه الأشياء هي التي يعطيني القانون أنني نتوجه المحكمة أنا أتق في المحكمة لكن كفرنسي فرنسي ربما ندير دعوة في فرنسا الآن أنا أفكر هذه ثلاثة أيام وأنا أفكر والله خايف خايف على سمعتي بلدي فإلى ما كانش إلى ما كانش في القريب العاجل تسوية فغادي نعمل اللي تسمح لي بالقانون هذه آلية الصمت يعني يعني مثل مليانين بالأشياء هذه الظهرات كل طولة ما نتشعر يعني ويكون فيها شارع المحج الملكي اللي سيدرموا به المتال ناس تتعيش ما عندها ما ما عندها ضرورة كل طولة ما قطعوا لنا الماء ونقاضي هذه الشاركة الماء والضوء ونقاضي هناك هنا مقبرة اليهود فالمحج الملكي كان غير يمشي من هنا على شارع الزلوي الآن تغيرت الوجهة دياله ولا غد يفلك الاتجاه حتى هذه المقبرة اليهود تبقى من المعاتل المعاتل غانية في بلدنا هذه أطبقى كما هي كل الأشياء الأخرى ستزول رائعة الأوروبا بأن المغرب بلد ملفتح ملفتح على كل حضارات لكن الأوروبا إذا تشوف الحالة التي تنعيش فيها فهيقول المغرب من غلق على نفسه ليس على الحضارات تعلم نفسه على ولداته نولدات المغرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر